المرشحين الجدد او الحكومة الجديدة او التغييرات الجديدة هل الحكومة الجديدة جاية وهي هتبقى ماشية زي ما بيقولوا كده السكينة في الحلاوة يعني كل حاجة في السهل كل حاجة جميلة كل حاجة متستفة كل حاجة فل الفل لا مصر بلد كبير وكل ما البلد كبرت كل ما تحدياتها كبرت معاها وكل ما الصعوبات اللي بتمر بيها بتكبر معاها هل مصر قادرة على اي تحدي انا بقولك اه مصر قادرة على اي تحدي وما فيش حاجة وقفت قبل كده قدامنا احنا عدينا كل حاجة يعني بالامس القريب مش القريب جدا احنا مرينا بتحدي كورونا وعدينا مرينا بتحديات الحرب الروسية الاوكرانية وعدينا ولازلت هناك تحديات اقليمية اللي في فلسطين اللي جنوب لبنان السودان اللي بي يعني حدس ولا البحر الأحمر حدس ولا حركة وانا بقولك اهو هنعدي احنا مرينا بالتحدي المتعلق بها سعر العملة الجنيه التضخم مش عارف ايه وحصل استقرار في السعر فعلا الكلام اللي انا بقولولك ده انا اظن قلنا من سنة قلنا من سنتين يا جماعة احنا كل حاجة بنعديها والناس كانت بتتاريق واستقر سعر الدولار واستقر الوضع الاقتصادي وتحسنت معدلات التضخم شوية مش اقولك انت حسنت كتير التضخم كان ضخم كان تعدل الاربعين في المية وانزلنا للسبعة وتلاتين وانزلنا الخمسة وتلاتين وان شاء الله سوف يستمر هذا التضخم فيه الهبوط عدينا تحدي عظيم وصعب جدا ألا وهو تحدي البطالة وصلنا فيه لأرقام انا بقولك هو باللي كان حصل قبل كده لا ده احنا يعني عدينا المنش هل هنقدر نعمل احنا هنقدر نعمل اكتر من كده هو بقى دي التحديات اللي قدام الحكومة الجديدة الامور الكثيرة المطلوبة من الوزراء الجدد ايا كانت الاسماء خليني هنا نتساءل بقى على أبرز تحديات هذه الحكومة ويمكن انا من الناس اللي بتظنوا انه أبرز التحديات امام الحكومة هي المطالبات المباشرة للحياة اليومية للمواطن المصري المواطن 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 حياته اليومية حياته اليومية حياته اليومية يعني قبل كده انا اتذكر في بداية الحرب الروسية الاوكرانية وقال لك ايه الحق ومش هنلاقي القمح ومش هنعمل وبتاع وشوية القلضيش بتوع الإخوان واتفه زي محمد ناصر اللي اتفه منه معتز مطر القدفه الكبير اللي اسمه اسمه ايه الواد اللي انا بنسي اسمه ابا منخير كبير اده مهم يعني وماش هتلاقه القمح ومش هتلاقه الرغيف ومش هتلاقه المش عارف ايه ومحصلناش اي حاجة اي حاجة عايز واحد يطلع يقول لي انه راح ملقاش عيش في اي وقت ملقاش كز دقيق في اي وقت بس كانت الاسعار حلو وتزبطت هل تزبطت بالقدر اللي نفسنا فيه لا بس هتتزبط 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 لانه مفيش مجل ده ده على سبيل المثال ولا الحصر لما حصل تحدي متعلق بالامصال واللقاحات بتاعت الكورونا وبرضه ايه الواد اسمه اسمه جويش ابا منخير كبير ونفس القصة برضه نفس القلضيش اسمه جويش معتز مطر محمد نصر شوية تعالى التفه مهم فهؤلاء التفه اللي كانوا طول الوقت وحتى اللحظة راح نتكلم فيها مهمتهم الوحيدة تخويفك وارعابك اتقلك ايه اتقلك لا فيه امصال ولا فيه تطعمات وهتشوفه وهيحصل والحمد لله والشكر لو وصلنا المرحلة ان انا بقيت بدي كمان امصال للاصدقاء من بلادنا الاصدقاء والاشقاء من بلادنا الافريقية المحيطة بينا وغير المحيطة بينا كل ما نحتاج بعت له بعتنا احنا وصلنا المرحلة الناس بقى بتخبط على البيوت علشان تطعم في البيت لا ده بنت في المول لا ده بنت في متر والانفاء طب اي تحدي احنا بإذن الله قادرين عليه بس انا بقولك اوه ابرز التحديات دلوقتي الاسعار 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 التضخم 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 ده من وجهة نظر انا لما هنبدأ بقى نتناقش مع ضيوفنا عبر التليفون وخبراءنا وما الى ذلك هنشوف كل واحد يوم بيشوف ابرز التحديات واولويات الحكومة هتبقى عاملة زي كلهم طبعا على حسب حقيبته الوزرية هل تحدي الامتهم بن investigating اشتركوا في القناة